السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنحل التمرين التالي الذي يقول write a program containing the following three functions which take two parameters and return the value according to the name of the function يعني سنكتب برنامج يحتوي على ثلاثة functions add, max, multiply كل function هتخو قيمتين two parameters وحسب اسم الفنكشن هترجع قيمة مثلاً add ستخو قيمتين وترجع المجموع max ستخو قيمتين وترجع القيمة الأكبر multiply ستخو قيمتين وترجع القيمة الضرب يعني القيمة الأولى multiplied by the second value بالنسبة للمين فنكشن ستقوم بتست يستدعي كل هذه الفنكشن لحل التمرين أقترح عليكم الكود التالي إذن سأقوم بتعريف ثلاثة دوال int add هذه الدلة تقوم باحتساب مجموعة A والB int B على طول يمكن أن أكتب return A plus B قيمة المجموع سأعرف الدلة الثانية اللي هي max إذن max أيضاً توه قيمتين A و B وترجع القيمة الأكبر إذن إذن if A أكبر من B return A else return B إذن لو الآي أكبر عشان يصير الكود أوضح سأقوم بكتابة كل instruction في سطر ثم الدلة الأخيرة multiply إذن multiply ستقوم بحسابة الضرب أغير الاسم هنا multiply وأسوي return A multiplied by B الآن في الميل نريد أن نستطيع هذه الدول إذن سأقوم بتعريف متغيرين int A B سأطلب من المستخدم إدخال القيمتين see out enter two numbers see in A B وسأطبع see out result إذن نتيجة add نتيجة الدلة add هتكون add بين قوسين سأضع القيمة A B على طول أطبع القيمة المرجعة من الدلة add إذن نسوي نفس الشيء بالنسبة للدولة الأخرى هنا عندي max result max إذن هنا يسير max و result multiply إذن ونفذ البرنامج enter two numbers إذن سأدخل القيمة 5 والقيمة 10 result add إذن نتيجة الجمع 15 نتيجة الماكس 10 و نتيجة الملتيبلاي عندما نضرب 5 في العشرة نتحصل على 50 ترجمة نانسي